تتمتع محافظة نيناوى بأعلى عدد من ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في العراق بواقع 21 ساعة في جانب الأيسر و19 ساعة في جانب الأيمن ويتم توفير 50% من كهرباء جانب الأيسر عن طريق شريكة كار بالإضافة إلى 400 ميجاوات ترسل من خرملة إلى نيناوى كان تجهيزنا جيد جدا بين 17 و18 ساعة إلى 21 ساعة بالنسبة للمناطق المشمولة بخدمة التيار الوطني وليس شركة كار أما فيما يخص شركة كار فهي طبعا أكثر حسب الاتفاق معه هناك عدة روافد تجهزنا بالطاقة الكهربائية من ضمنها خط خرمالة من الأقليم ويتبايا من 100 ميجا يوصل إلى تقريبا 400 ميجا يوم أمس كان 300 ميجاوات خط خرمالة واليوم 380 ميجاوات وفرة الكهرباء وإجراءات لجنة المولدات الأهلية المشددة تثير استياء أصحاب المولدات في الموصل توفير حوالي 20 ساعة من الكهرباء الوطنية للأهالي يوميا يجعل استخدام المولدات الأهلية أقل ولذلك يشكو أصحاب المولدات من أن الحكومة لا تقدم لهم دعم الكامل وغالبا ما تتضرر بسبب قلة ساعات تشغيل المولدات يعمل صاحب المولدات هذا أقل من خمس ساعات يوميا حيث يقوم بتزويد منطقة الدواسة في جانب الأيمن بالموصل بحوالي ألف أمبير من الكهرباء ويقول إن انخفاض سعر الأمبير الواحد وقلة الدعم الحكومي قد أضر بهم تسعيرها تجينا من اللجنة المولدات لدينا اللجنة المولدات تابعة بالمحافظة هي للسعر التسعير العدات نشغل 24 ساعة يوميا تشغيل بس ما الوطني الحمد لله ساعة أحسن الشهرين الساعة الشهر 4 و4 تسجيز لدينا بس بالصيف يدعمونا بعد الصيف ما يدعمونا خلال شهرين أو ثلاثة أزيشي شهرين مرات ينطونا كمية القاز مدعوم وبعدين نيلغوها سعر وحدات الكهرباء في الموصل يبدأ من عشرة دنانير حيث أعلى سعر للمنازل لا يتجاوز 120 دينارا أما سعره في الأماكن التجارية فيبدأ من 80 دينارا فما فوق من مدينة موصل مصطفى قران روداو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر